طيب يا جماعة خلونا بقى نختم تخاريف هذا الجاسوس بالوشاية به عند الأجهزة الأمنية الباشا بيبلغ عني وبيسلمني تسليم أهالي التكفريين دول المجرمين دول قاسما بالله أنا بقولها للأمن القومي وأنا رجل من الرجال بقولها لكل القيادات المحترمة مش الخوانة الناس دي طبور خامس وأي شيء حيحصل في مصر حيبقى الناس دي مصدر الدماء قبل الصهاينة قنابل موقوطة ما أنا عارف وهذا أيها الإخوة ديدا كل أصحاب الباطل كلما عجزوا عن الصمود أمام أهل الحق يبدأون في الوشاية عند الأمن والصلاطين زي ما قال الإمام ابن القيم عليه رحمة الله ما عندهم عند التناظر حجة أنا بها لمقلد حيراني لا يفزعون إلى الدليل وإنما في العجز مفزعهم إلى السلطان يروح يشتكيك ويبلغ عنك أيضا الإمام ابن القيم يقول عن أمثال هؤلاء إن كنتم وأنتم فحولا فبرزوا ودعوا الشكاوى حيلة النسواني وإذا اشتكيتم فاجعلوا الشكوى إلى الوحيين القرآن والسنة لا القاضي ولا السلطاني خليكم رجالة وتعالوا نحتكم للوحي الإلهي القرآن والسنة النبوية الصحيحة مش بقى شغل التلت ورقات وشغل الوشاية الرخيص ده عموما أنا أتحداك أن تكمل معي هذا السجال أتحداك وأعدك أمام الناس أنني سأحطمك بالعلم والأدلة تحطيما بإذن الله عملا بقوله تعالى قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين وأنت لست الأول وبإذن الله لن تكون الأخير اشتركوا في القناة